الاصابة السياسية في بعض الناس قالت انه شكبالة مصاب السياسية لا الاصابة اللي هو مش مصاب بس يعني بالعكس شكبالة بمارح مثلا كان موجود في النادي وقعد مع جزيز جميز وكان في وجود كمان مصطفى شلبي جميز كان حريص ان هو يطمن عليهم وبيعملوا برنامج تأهيلي ويتكلم مع شكبالة طب هتقدر ترجع امتى خد بالك ان كمان موضوع شكبالة مفترض يعني انه ما يتفتحش فيه اي كلام لسبب ان اعلان الاصابة جيه بشكل رسمي من طبيب الفريق يعني مش صحفي جاب معلومة يا كريم وطلع قال ايه ده شكبالة مصاب فبنشكك فيه معلومته ده طبيب فريق يعني اساسا اساس مهنته الوضوحه الصراحة الراجل لوحده بيتسئل موقف اللعيبة اعلن بشكل رسمي ان شكبالة مصاب وخارج نهائي الكونفدرالية وانه مش هيده ريال حق الذهاب والقياب طيب لو هو بيدعي الاصابة مثلا وانا هروح معاك في اي سكة لا مش معايا انا بالعكس انا انا ما يالب معاك انه اكيد شكبالة مش بيدعي مليون في المية بس عايزك توضف اي سكة دي بيدعي الاصابة اللي موجود في النادي مبارح بيعمل تأهيل يعني ايه هل شكبالة دلوقتي بعد العمر ده كله هيبقى الامن من موضش مثلا ايه بالعكس ده هيبقى خريص ان هو يبقى موجود طبعا شكبالة في الاول في الاخر ليه دور كبير جدا داخل الفريق مع اللعيبة سواء الجديدة او القديمة او الجهاز الفني حتى وبدليل ان هو مبارح كان موجود في التمرين بيعمل تأهيله وبيحاول اه صعب جدا يبقى زي ما الدكتور محمد وسامة اعلن ان هو خارج المباراتين صعب يبقى موجود في المباراتين من ناحية الفنية ولكن هو حتى بيحاول يبقى موجود معنويا مع الفريق ساعد اللعيبة يدعمهم شد من ازرهم يلم الفرقة زي ما بنقول يعني يا كريم فبالتالي ما كانش منطقي ابدا يتقالي ان فيه الدعاء اصابة اشتركوا في القناة